طالق محاججة وزير الداخلية السابق زياد بارود المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الرسالة التي بعث بها إليها انطلاقا من اختصاص المحكمة الذي ينحصل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم المتصلة بها في هذا الإطار فقط يؤكد بارود أن الدولة تنازلت عن سيادتها على قضائها لمصلحة القضاء الدولي بارود استغرب استحداث المحكمة جرائم وعقوبات في أمر خارج عن نطاق عملها هذا الجرم المدعى به ويلي عقوبته سبع سنين حبس ومئة ألف يورو يعني منه جرم بسيط هذا الجرم فرد بقواعد إجراءات والإثبات وليس بإحالة إلى القانون اللبناني وليس حتى بنظام المحكمة نظام المحكمة قالت للأضاط لكم حق تعملوا قواعد إجراءات وإثبات انتوا بتكتبوها وهيدي شغلتها تأمن لكم الأمور الإجرائية تنظموا فيها الأمور الإجرائية فالسؤال هو التالي هل يجوز أن تنسحب هذه الأمور الإجرائية على استحداث جرائم جديدة وبالتالي أن يلاحق ويحاكم وربما يحكم أشخاص بالاستناد إلى نص ورد في قواعد إجرائية تحت عنوان الخطأ المهني الاستغراب يزداد عندما يتبين أن القانون اللبناني ينص على جريمة التحقير ولكن بنص مختلف عن ما اعتمدته المحكمة إذا القانون اللبناني بدنا نطبقه القانون اللبناني بموضوع القدح والزم والتحقير وغيره في مرور زمن في مهلة إسقاط على هذا النوع من الجرائم هي ثلاثة شهر من تاريخ النشر فالبعض عم بيقولوا طيب سنة بتسعة شهر يمكن تسقط للملاحقة طيب ما كمان بالقواعد الجنائية في قاعدة مهمة هي أنه في تنازع بالقوانين أنت بتعتمد القانون الأرحم لصالح المدة عليه وبالتالي طبيعي أنه ترجح تطبيق هذا النص الذي هو أرحم للمدة عليه خصوصا في غياب في ظل الشك المشروع برأيي الشك المشروع في اختصاص المحكمة بهذا الموضوع تحديدا بالانطلاقا من أنه هذا النص الذي تستند إليه الملاحقة هو فعلا نص يعني أنا من أكيد أنه عنده القوة التشريعية اللازمة ولا يراعي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة بارود ختم رسالته متوجها إلى المحكمة وفي ظل الشك المشروع في قانونية التجريم بموجب نص لا يتمتع بالقوة التشريعية وحرصها على الاسترشاد بأعلى معايير الإجراءات الجنائية الدولية فإنه من مصلحة المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها بالنظر في المسألة المثارة وتحيل الملف كاملا إلى القضاء اللبناني طالبة تعاونه وفق ما ينص عليه النظام والقواعد فيطبق القانون اللبناني اشتركوا في القناة